بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة احنا اكلمنا قبل كده على login form وعملنا design بتاعها النهاردة هبتدي اعمل coding لها ازاي اload الرولز وازاي اعمل authenticate لليوزر اللي داخل اول حاجة انا عايزة اعملها الكمبوكس دي او الكمبوكس دي بالرولز اللي جاية من الdatabase فانا هروح على الdatabase بتاعتي هعمل new query اتأكد ان انا واقف على الdatabase اللي انا هشتغل عليها هي payroll system payroll وابعد كده هعمل الprocedure create cross usb select all users as اجي جملة select فهيبقى select asterisk prompt اتمي الجادول ادرج ودروب وعمل execute ادي كده ايه الstored procedure هاخد اسمها واروح تاني على الفورم بتاعتي انا عايزة ان اول ما السيستم يلود تتملى الكمبوكس دي فهيجي على text part بتاعة الفورم او اي حتة فاضية ودبل كليك هيوديني automatic على الايفنت بتاع اللود هعمل using للنام spaces بتاعتنا العادية اللي هي using system dot data dot sql bind وبعد كده هعمل نفس الstep اللي انا بعملها كل مرة في connection والcomment انا هاخدها copy paste من class user هياخد connection لحد هنا كده واروح هنا او عملالها paste هغير اسم الconnect command هخلي select all user وحشيل البرامتر لان انا ما عنديش برامتر وهعمل عند configuration manager في error لان انا مفروض استخدم system dot configuration يام اكتبها على طول يام حاجي هنا كده عند error واعمل right click quick action and refactoring هو هيقول لي انت محتاج تستخدم using system dot configuration اهو system dot configuration اهو كده هنا هيجي عند execute nonquery وحشيلها لان انا مش عايزة اعمل nonquery انا هنا عايزة استقبل مجموعة من data مجموعة من data يعني هعمل execute reader يب اقول cmd dot execute reader تمام واجي استقبل الكلام ده sql reader reader بعد كده هحط while condition while loop while in reader dot read dot طول ما هو بيقر data اعمل ايه روح على تأكد من الكمبو بكس اسمها ايه اسمها rules cnp rules حقوله cmp rules.items.add اللي جاي لك من الريدر ححط الاندكس بتاعه طب انا عرف الاندكس بتاعه منين بين ترتيبه في التابل ادي هنا عندي ال id ده الاندكس بتاعه 0 username واحد الباسورد اتنين description تلاتة يبقى الروز اربعي وانا احط ايه؟ reader overbar dot string ومنساش اقفل الريدر ياما اجي هنا اقوله reader dot close ياما اجي هنا اقوله command behavior dot close connection دي صح ودي صح ممكن يقرأ ويقفل مع نفسه وبعدين او اسيبها له تقفل لوحده تمام كده؟ كده انا عملت ايه؟ في الفورم load الكلام ده اوكي ممكن اعمل الكلام ده كله حطه جواه كله في method بحاجة اقوله extract method واسميها load rolls اوكي خلينا نجرب كده نشوفه هيلوود ولا مش هيلوود دعويد اشتركوا في القناة دي أخطأ في الديزاين يا جماعة ما فيش فيها مشكلة خالص دي عشان أنا مستخدمها rectangle shape من library اسمها powerpacks دي عشان أنا موقفها خالص وراح نفسينا كده طميم 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 تمام تبسط كده في الروز كانت الفاضية او انا تقريبا ما عنديش وزرس في السيستم خلينا نشوف كده احنا عملنا دليت لكل حاجة فتعالوا ندخل يوزر كده تمام نقفل تاني معلش كده ونجرب تاني ايه دي الHR اتلودت معي يبقى انا كده عملت ايه وقدرت ان انا اقرأ من الداتابيز واكتب جوه الكمبوبوكس بتاعي كده احنا خلصنا الفيديو ده وعرفنا ازاي نلود الكمبوبوكس فضلنا الجزء بتاع ساين ان ازاي اعمل ساين ان ليوزر نيم و باسورد ونقعا على الرول بتاعه دي هتبقى الحلقة الجاية ان شاء الله وكده هيبقى فاضل حلقتين في التوتوريال دي ان شاء الله وتخلص يارب بكلوا استفدتوا بيها حاولوا تشيروها وتعملوا انفايت لناس كتير اقوي عشان تعرف تقصير اكتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة